ليه ربنا طرد الطووس والتعبان والبورس من الجنة؟ لما ربنا قال لأدم وحاولته تقربها هذه الشجرة إبليس كان هيتجنن ويدخل الجنة عشان يخليهم ياكلوا منها وفدل وقف على باب الجنة 300 سنة لحد أما الطووس خرج من الجنة وقابل إبليس وسألوا إبليس على مكان الشجرة المحرمة والطووس وصفلوا مكانها وهنا كان فاضل إن إبليس يدخل الجنة بس هيدخل إزاي؟ لحد أما خرج التعبان من الجنة وقابل إبليس واتفع مع إبليس إنه هيدخلوا الجنة وبلع التعبان إبليس ووصلوا لحد الشجرة المحرمة وخرج ومن ساعتها الطووس والتعبان ما دخلوش الجنة تاني هم ممنوعين من دخولها ونفذ إبليس خطته وخرج آدم وحاوم الجنة طب البورس بقى مطروب بن جنة ليه؟ لما النمرود رمى سيدنا إبراهيم في النار لحيوانات كلها كانت بتساعد سيدنا إبراهيم وكانت بتحاول تبعد عنه النار فكانت بتنفخ في النار عشان تبعدها معادة البورس الرسول قال إنه كان بينفخ النار على سيدنا إبراهيم عشان كده البورس كمان ممنوع من دخول الجنة وكمان أمرنا الرسول بقتله ولو قتلنا من ضرب واحدة لينا ميت حسنا خدت بقى لك؟ اشتركوا في القناة